فاضي على فرص تحقيق السلام في اليمن نحن هنا في الشرق الأوسط هذا هو فحوى خطاب الخارجية الأمريكية الأخير المتزامن مع جولة جديدة لمبعوثها لدى اليمن تيم ليندر كينغ الجولة التي نفذها المبعوث الأمريكي في السابع والعشرين من نوفمبر الفين واثنين وعشرين مقرر لها أن تشمل سلطنة عمان والسعودية بحسب بيان الخارجية الأمريكية الذي قال إن الزيارة ستدعم جهود السلام تعتمد الزيارة على رؤية أمريكية مستندة إلى البيئة التي خلقتها الهدنة باعتبارها أفضل فرصة حضي بها اليمن لتحقيق السلام وفق البيان الأمريكي الذي ركز معظمه على مخاطبة الحوثيين حيث ذكرت واشنطن الحوثيين بحاجة اليمنين للسلام ولدف عليهم الوقف الفوري للهجمات التي تعطل تدفق الموارد من الموانئ وتعمل على تفاقم معاناة السكان كما أنها تخلق المزيد من دورات العنف وقد كررت الخارجية الأمريكية في بيانها عرض فكرة التسوية السياسية على الحوثيين القائمة على قيادة يمنية بمشاركتهم وهو العرض الذي رفضه الحوثيون أكثر من مرة ولقي منهم استهجاناً وصل حد اتهام المبعوث الأمريكي منتصف شهر نوفمبر بإفشال جهود تمديد الهدنة تاتي الجولة الأمريكية بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس القيادة رشاد العليم للأردن التقى فيها الملك الأردني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأثمرت عن تجديد عمان والأوروبيين على ضرورة تمديد الهدنة وكان من اللافت تأكيد العليم على أن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية لا يعني إغلاق الباب أمام مساعي السلام ما تفيده الواقع الدبلوماسية أن واشنطن والأوروبيين والدول العربية ليست عملياً مع إدراج الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية وهو ما يجعل مجلس القيادة مغرداً خارج حسابات الإقليم والعالم ويمنح الحوثيين مساحة إضافية للابتزاز وكسب المزيد من الامتيازات